تمن رام إخبارنا له وقت قصير لكن هو دائما صباح في الخير ودائما يسعى حتى لو باللحظات الأخيرة إلى إخادة الجميع وإطرابنا في حديثه الشيء بشكل دائم دكتور هاني بنا فليتقبل المشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسمعيني ولا مسمعيني سامعيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال تواصل الحمد لله والسلام على رسول الله أنا طبعا في عجالة هتكلم عن سبع أو تمن نقاط بسرعة جدا جدا عشان الوقت أول حاجة أن أنا بهنيكوا عن المؤتمر التاني لسيمة وتمنى للنجاح والتوفيق بالنسبة الله سبحانه وتعالى تاني حاجة وهني الشعب السوري في الغربة على الإنجازات اللي عملها في خلال العشرية الماضية ودي إنجازات تعتبر معجزة أو إعجازية فجزاكم الله خير على هذا الإنجاز كسيمة أو كل المؤسسات السورية تحت المجتمع المدني في المهجر تالت حاجة أنا معكم أقول أن القضية لن تنتهي غدا أو لن تنتهي بعد عام القضية دولية وحينما تدور أي قضية في العالم يدخل فيها أطراف كثيرة جدا 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 يعقلون مسيرة السلام فيها بأشياء مختلفة أنا أتحدث عنها الآن النقطة الرابعة هتكلم فيها على العورات هناك عورات مجتمعية تصيب المجتمع في الغربة في النزوح في اللجوء ودي خطيرة جدا منها اللي هو الحاجة والفاقة والمذلة والغربة والوحدة والخوف والمصير المجهول دي عورة خطيرة جدا لكل العاملين في المجال الإنساني في العالم لابد أن نستشعرها لأن هذا ما يشعر به النازح الذي كان كريما في وطني العورات الأخرى لعورات الطبية ودي المرض العضوي والضعف والقعود والخبايا الجسدية والأسرار الدفينة وعدم القدرة وقهر العلاج ودي للدكاترة والدكاترة اللي هم الأطباء والممرضات والممرضين هنا عليهم مسئلية سطر العورتين العورة المجتمعية والعورة الطبية لذلك المهمة التي يقوم بها الأطباء مهمة شاقة 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 وهي مفتاحة الجنة وليس أي جنة لكن الجنة التي عرضها السموات الأرض وأعلى من الفردوس إن شاء الله وأنتم لها عورات مجتمعية وعورات طبية أخص في هذه العورات الأرملة والطفل والأيتام حزاري لعمال الإغاثة أن يفشوا عورات هذه الشريحة من المجتمع هذه الشريحة التي نتكسب من أموالها وتدفع مصاريف مرتبتنا من أموالها فنحن أجراء لدى الفقراء ومنهم الأرملة واليتيم والفقير إلى آخر دي بالنسبة للعورات لأن نقطة الرمعة أو نقطة الخمسة النقطة السادسة نتكلم عنها هدوتي نتكلم عن نسيمة تمددت الحمد لله الحمد لله الحمد لله لابد أن يكون نسيمة أوقاف أوقاف لن نستطيع أن نسير بدون أوقاف لن نستطيع أن نسير بدون أوقاف لن نستطيع أن نسير بدون أوقاف النقطة اللي بعدها لابد أن يكون نسيمة أعمال ربحية أعمال ربحية يعني في جزء ليس كله يعني مجاني لابد أن فيه جزء يدفع فيه تكاليف العلاج وجزء يكون ربحي لكي تستمر المسيرة سواء كانت هذه الأعمال الربحية في الداخل السوري أو في أي مكان في العالم دي نقطة دانية لابد سيمة كما أنا فهمت منكم حاليا أن ترتكز على بناء الشراكات الإيجابية الفاعلة المفاعلة لخفض النفقات وازدياد الأثر لخفض النفقات وازدياد الأثر لخفض النقاط وازدياد الأثر النقطة اللي بعد كده لابد لسيمة في منهجيتها أن يكون في موزنية أو في مجال ممكن محمد السويسي سوف يفهم الموضوع أكثر مني هو قياس الأثر لا تسرف الأموال إلا بعد أن نقيم ما صرفناه في الماضي قياس الأثر على المجتمع وعلى المؤسسة وعلى المانحين النقطة الأخيرة اللي أنا بأقول لكم فيها وأختم بها عشان ما طولش الأمر على أخونا محمد يمسك الكارت الأحمر من نحن من نحن من نحن نحن وزارة صحة في المهجر أو في الغربة أو في بلاد الشتات نحن وزارة صحة في المهجر نعمل لسنا في ظروف تبعية على الإطلاق بلق أننا نعمل أثناء استراعات المسلحة الداخلية في الوطن وأثناء الهجوم على العمل العربي والعمل الخير الإسلامي في العالم في ظل الإسلاموفوبيا فوزارة الصحة التي تنشئها سيمة هي وزارة متكاملة الأركان والأطراف عليها أن تعد بالنواجز على رسالتها وقيامها ورؤيتها وأن المالكة الوحيد لهذه المؤسسة أو المالكة الأول لهذه المؤسسة والوحيد هو اليتيم والأرملة والمسكين والشريد واللاجئ والمريض طبعا والمريض طبعا النقطة يا خير اللي حقتم بها أذكركم بهذه الوردة التي أضعها على كتفي شرفا لي وهي وردة مسبحة سيربر نيفسا التي حدثت منذ خمسة وعشرين سنة تسعة وعشر 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 يوليا وكان السنوية الخمسة وعشرينية في يوم السبت الماضي أنا أرتديها شرفا لي شرفا لي وإعلانا عن هذه المسبحة التي أودت أو اختفى فيها ما لا يقل عن حداشر لخمسة ألف نسمة ولم نجد رفات إلا أقل من تسعة ألاف فرد الآن منهم رفات توجد في سبعة أو تمن أماكن فأنا أشكركم جميعا يا دكتور محمد وعمرك ما تقول أنك كلمتني في آخر لحظة لأن آخر لحظة هي لحظة حياة بالنسبة لي ودي اللي احنا نسميها في التب أنا طبعا كنت طبيب زيكم اللي هي resuscitation أو اللي هي case of life محمد دائما بيديني the case of life at the last moment يعني يعني بيحييني مرة أخرى فأنا دلوقتي حي بينكم بدعوة أخونا محمد فآخر لحظة لي وجزاكم الله خيرا يا شباب وأنا سعيد أن أنا معكم كنت أتمنى أن أكون معكم في غازة أنتابلك خريبا بعد العيد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليهم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا دائما تتحفن بكلماتك الجميلة ومساهمتك في كل محفل وكل مكان وكل اجتماع ومؤثمر كل ما يفتح عليك إن شاء الله يعني نأخذ جميع اللي وأنه المنظمات الأخرى أعلن بتعاون في العمل قدما لإنجاح ومساعد اللي وساعد